مساء الخير والجمال على أحلى مشاهدين في الكون مشاهدين كناة استحاول جمال النهاردة أول حلقة ببرنامج جمالك مع رينا وجمالك ده هتلاقيه معانا هنا لأننا في كل حلقة بنستضيف المتخصصين في كل مجال اللي بتهتم بيه أي بنت وأي ست ومشاهدتك لينا هتوصل لي الجمال اللي انت نفسك توصليله النهاردة أول حلقة معايا ضيفة مش عادية وفي التجميل معادية طب يا ترى مين هي نطلع فوازل ونرجع تاني نستضيف الدفت موسيقى 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 وارجعنا لكم بعد الفاصل وحب أرحب بلفتي النهاردة الميكب أورتست هبة علي إزايك يا هبة وأرحب كمان الموديل الجميلة بوسطة كده ننسي معي النهاردة يا هبة عايزين نتكلم في أكتر حاجة بتهتم بيها البنات الميكب اليومي تنصحي إيه الميكب اليومي للبنات هو الميكب اليومي طبعا نازم يكون ميكب سيمبل ما يكونش حاجة أوفر قوي فطبعا بالنسبة للميكب اليومي أو أي ميكب عموما لازم تجهز البشرة قبلوه بالنسبة للميكب اليوم يعني يا ريت ما تستخدمش مثلا فونديشن يكون فول كافر يكون ميديم كافر أو كافر عادي كافر اللي هو الخفيف يعني لأن لو استخدمت فول كافر طبعا هيبقى تقيل على البشرة يعني هيبهدل البشرة كل يوم فونديشن فول كافر تقيل على البشرة عموما يعني فطبعا ويا ريت مثلا هنستخدم بلاش رموش يعني هنستخدم تكون حاجات سيمبل حاجات سيمبل بلاش رموش نستخدم مثلا المسكرة بالنسبة للآي شايدو يكون حاجة مثلا طرابية ويا ريت يكون لون واحد نكتفي بقى بالبلاشر والروج طيب معانا هيبهدل طبعا انواع بشارات كتير ازاي نعرف نوع البشرة بتاعتنا نوع البشرة هو الانواع البشرة هي معروفة لدهنية والمختلطة والجفة والبشرة العادية البشرة الدهنية معروفة ان هي بتفرز دهون عموما فبتبقى ظاهرة قوي البشرة الجفة بيبقى فيها نسبة قشور وكده بتحسي بجفافها طافي فونوديشن معين لكل بشرة بنستخدمه ونسبة اويل معينة طبعا البشرة الادهنية بيبقى نسبة الاويل فيها في الفونديشن او في الترطيب عموما 7% حلو لكن طبعا البشرة الجفة بتبقى عكس البشرة الدهنية بيبقى ترطيبها يازم يكون نسبة الزيوت فيها 100% يكون نسبة الترطيب بتاعتها عالية حلو يا اوي طيب عايزة كلب معايكي على الالوان لنزلة دلوقتي موضة في 2021 الوان الاي شادو هي الألوان النود اللي هي مثلاً الألوان الترابية هو النيبيتي والأورانج والبني الألوان اللي هي الألوان الترابية عملاً يعني طيب خلينا نشوف طيب الموديل النهاردة ونطبع عليها تمام أوكي تفضلي قولنا إيه اللوك اللي انت عاملين النهاردة يا هبة هو ده لك يعتبر إيه سيمبل ولا حاجة سواري ولا زفاف لا هو زفاف زفاف أكتر طيب كلمينا شوية على الكونتور إزاي بنعمل الكونتور في الوش هو الكونتور طبعاً بيبقى حسب الوش يعني مثلاً لو الوش مليان طبعاً بنأخذ المنطقة ديات عشان خاطر أن ده يجب اللغت آه تمام تمام ولو الأورة كبيرة برضو بنأخذ اللي هو بنخفي تمام عشان خاطر نخفي طبعاً معروف الخطين اللي هم عند المناخ ي عند الإنف تمام طبعاً فيه فيه کنتور معين أهل الخدود للخدود بيبقى فيه مثلا لو هي ما عنداش خدود فبننزل هنا كده بنص دايرة عشان خاطر نظهر ان هي يبقى لها لكن لو الخد مليان فبنجيب سحبة كده شوية عشان خاطر نلم الوش شوية لو الوش مليان نعرف نحدد الوش وقتها حلوة قوي طيب تحبي تقول لما نيجي نرسم الحواجب ازاي بنرسمها تنسيح ايه بنت برسمة الحواجب ازاي هي طبعا بناخد كده يعني الليسه ما بيعرفش يرسم الحواجب حاجة مبدئية يعني بنجيب مثلا كده من هنا تمام دي المقاسات اللي احنا بناخد عليها رسمة اولا تمام من عند العظماء هنا عشان ناخد الراس وبرضو كده عشان ناخد دير الحاجب ايه ومن عند اخر حبة العين كده ناخد اللي هي الرفعة بتاعتها ونبدأ نرسم حلو قوي تفضلي معانا طيب يا هبة انا محتاجة هبة انت كلميني شوية على ازاي اعرف اصلا نوع بشري ازاي اعرف ازا كان دهنية ولا جفة ولا عادية ازاي اعرفها اساسا هل بيكون في دهون ما هي حضرتك البشرة الدهنية عموما هي بتفرس دهون فبيبقى هي باينة بيبقى فيها لمعة كده البشرة الدونية بيبقى فيها لمعة لأنها أصلا بتفرس دون طبيعي البشرة الجفة بيبقى نسبة الكشور فيها بتحسي بخشونة فيها كمان شوية خطوط كده أيضا وبيبقى في الخطوط اللي هي هنا أو في الجبهة برضو تمام بتظهر أكتر بالنسبة للبشرة المختلطة بقى اللي هي بيبقى البشرة المختلطة بيبقى منطقة التزون بس وهي يعتبر دونية وبقي الوش بشرة جفة أو بشرة دي طب بنقابل مشكلة في وشوش بنات كتير بيكون فيه عيوب أصلا في البشرة هل في الميكاب حاجة تخفي أو تقلل المشاكل في البشرة دي؟ بيبقى فيه خافي عيوب أصلا هو مش خافي برضو مش 100% هو بيبقى النسبة معينة اللي هو الكورريكتور الكورريكتور بيبقى خافي عيوب فيه منه الأورنج بيخفي مثلا الهالات السودالية بتبقى حوالين تحت العين فيه بيبقى حوالين الفم فيه بقى الكورريكتور اللي هو الأخضر بيخفي الحبوب عموما وبرزها طيب إزاي نتعامل أنا عارفة عنك إن انت مش ميكاب أورتست بسطي يعني ما شاء الله عليكي انت كمان عندك قتلي كمان قوليلي بيزاي بتتعاملي مع العروسة هو طبعا بتتعاملي مع العروسة أي عروسة بتدخل عندك بتبقى غالبا قلقانة شوية خايفة متوترة في اليوم ده بتبقى طبعا عايزة تطلع حاجة كويسة لأنه هو زي ما احنا بنسميها ليلة العمر مزبور تمام فطبعا بتنتي لازم تتعاملي معاها بسلاسة عشان خاطر تفكي التوتر ده عنها الأول وبعد كده بترجعي تغذي رأيها برضو هي عايزة ميكاب سيمبل عايزة حاجة بروفيشنال يعني عايزة حاجة عالية عايزة يعني على حسب اختيارها برضو لازم ناخد حتى لو هي قريت لي يعني إيه اللي انشف صحة بليه في واحدة بتقولك كده مثلا انت شايفاني يعني طلعيني على زوئك لا برضو لازم اخد رأيها في اختيار الألوان يعني تحبي ألوان غمقة تحبي ألوان فتحة قولي لي انت واخدى كورسات أصلا قبل كده أو انت تعلمتي ازاي عشان تطلعي الشغل الجميل شايف شغلك جميل جدا ومدقيقة جدا مدقيقة في كل حاجة طلع معاكي بروفيشنال فعلا هو أنا مش واخدى كورس واحدة أنا واخدى أكتر من كورس بس أنا اكتست الميك أب أرتست في زابستا أكاديمي من ايه سوري؟ زابستا أكاديمي زابستا أكاديمي ماخدى كورس في زابستا أكاديمي هو يعني أنا اخدت كورس قبل كده بس أنا اكتسته وبقيت يعني زي ما حضرتك شايفة بطلع الشغل ده بعد بأمانة الكورس اللي اخدته في زابستا أكاديمي احنا بصي شايفين معانا دلوقتي صور جميلة قوي ليكي لوك ايه؟ قولنا ايه اللوك اللي انت عامليه ده؟ ده خطوبة؟ في خطوبة وفي زفاف الله عليكي انت يعني أنا شايفة انت كمان مش ميك أب بس ولا دريستا واو وفي أتيلي برضو في قبل الميك أب شايفيني يا بنات قبل الميك أب حاجة وبعد الميك أب حاجة تانية خالص انت بتاخذي ميك أب ودريست بس ولا احكي لي أكتر عن نفسك؟ لا في أتيلي برضو خاص بالمكان يعني كل الفساتين اللي معروضة مع العريس ده الكرس ده في زابستا أكاديمي تمام كملي مع الاشتراك يعني كل عروضة يعتبر في العرض دلوقتي الفستان بتاعها في القاتلين من عندنا برضو خاصة يعني انت بتوفر العروضة الجس كل حاجة الميك أب اللف الطرحة لف الطرحة تبقى جاية مجهزة لكل حاجة تمام طب هل مثلا فيه مصك بتعمليه قبل الميك أب قبل ما انت تعملي الميك أب بتاعك؟ فيه مصك بتجهز بيه مثلا البشرة؟ هي بتبقى جلسة تنضيف بشرة عموما يعني مش مصك بس طبعا لازم بتجهز البشرة ومش يوم واحد أكتر من يوم لأن يعني ايه يعني فيه أغلب الناس دلوقتي بتبقى مش مهتمة ببشرتها فانت لازم تجهز البشرة كويس وتعملي لها جلسة تنضيف مصك لما بيكون عروسة بنعمل مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر لما نيجي يوم الميك أب يبقى خلاص مفيش بقى فيه أي عيوب ولا فيه أي مشاكل في البشرة عموما طيب العروسة تجهز نفسها قبل الفرح مثلا يا هباب قد إيه من رأيك أنت بلاقي عروسة كده والشاه بيكون تعبين جدا وفيه مشاكل وهي أصلا والشاه ما بيكونش كده بس طبعا بيمنكتر التوتر مجادة منكتر التجهزة طب إزاي تجهز نفسها قبلها أو أنت تنسح أي عروسة بإيه يعني هي بصراحة عشان أنا نصح أي عروسة تجهز نفسها قبلها مش أقل من شهر تعتني ببشرتها لكن طبعا لما بتكون هي مثلا داشت في حاجز مثلا ممكن تجيلك العروسة قبلها بإسبوع فأنت بتلحق من تاني يوم تبدأي معاها أن هي إيه يعني مثلا هي جات لي النهاردة وفراحها بعد إسبوع يدوب أبدأ معاها يعني ما ينفعش أن أنا أتأخر عنك طيب بيقابلنا مشكلة كده أن الوش بيشرب الميكب هل بيكون مثلا أن هي بتستخدم حاجة قبل الميكب غلط أو بتعمل الوش مثلا إزالة الشعر بحاجة معينة تشيل طبقه هو الوش بيشرب الميكب هو عموما بيبقى نازم نستخدم البرايمر قبل الميكب بس طبعا البرايمر ده من ينفعش استخدام يومي لأنه هو احنا بنستخدمه عشان نقفل بيه مسام البشرة عشان خاطر يعني بالنسبة كمان البشرة الدونية بيبقى المسام عندها واسعة وظهرة قوي فلو أنا ما حطتش برايمر بتشرب الفونديشن على طول لكن طبعا هي عموما في البداية لازم أن هي يعني يكون فيه غسول معين للبشرة وترتيب برضو كل بشرة ليها ترتيب معين بيها تمام وبعد ما نستخدم مثلا الغسول وبعد كده الترتيب المعين بالبشرة نفسها كل بشرة ليها يعني غسول معين وليها تونر معين برضو إلى البشرة الجفة هي اللي ما ينفعش نستخدم لها تونر ليه بقى ممكن أعرف منك عشان هيزود جفافها تمام هي أصلا جفة فما ينفعش نحط لها تونر البشرة الدهونية الدهونية ليه عشان خاطر هي أصلا بتفرس دهون فإحنا بنبقى عايزين لازم يعني إيه التونر ده أصلا مفروض إن احنا بننضف فيه البشرة كويس قبل استخدام الميكب أين فهي طول ما أنت إحنا ما غسلناها ولازم بعد الغسيل إحنا غسلناها مثلا بالغسول اللي هو الخاص بالبشرة الدهونية تمام لازم بعد كده ننضف بالتونر حتى ما غسلت بتحس إن التونر بعد كده لو جتي مساحتي بالقطمة برضو بيطلع حاجات ما طلعتش لما جت غسلت البشرة تمام فبعد كده بنقوم حطين بقى التونر وبعد التونر ده بنحط الترطيب نرطب البشرة لازم نرطب البشرة لأي حاجة لازم نرطب البشرة طبعا البشرة الدهونية بيبقى الترطيب بتاعها زي ما احنا قلنا قبل كده زيوت زيرو ما ينفعش فأي منتج بنستخدم البشرة الدهونية إذا كان فاونديشا مرتب يكون زيرو في المية أوين آه زيرو في المية أوين كمان هي طبعا في العيون الجحزة اللي هي البرزة وفي العيون اللي هي المحق العيون الجحزة تعاني تكلم على شوية العيون الجحزة إيه الميكاب المناسب للعيون الجحزة العيون الجحزة دي تبقى برزة العيون الجحزة دي تبقى برزة فطبع اليوم نستخدم لها آيشادو نستخدم لها الألوان الغمقة ليه بقى؟ عشان نداري بروز هذا يعني مسلا ما يكون بpton زي ماً آحنا نقول لما يكون حد عايز يخس فبيلبس حاجة غمقى عشان يبن أقلل شوية ولما بيكون مثلا هو عايدي يملى شوية في الجسم فبيقوم لابس حاجة فتحة فزيها برضو العيون دي مثلا أنا بنيجي نحب نستخدم لها كحلة نستخدم لها كمان الكحلة الأسود لأن احنا عايزين نلمها ونضيقها شوية لكن عكسها العيون الضيقة بنستخدم لها كحلة الأبيض عشان نوسطها ونستخدم لها برضو في الأيشاد ونستخدم لها برضو الألوان الفتحة للعيون الضيقة عشان نظهرها أكثر طيب محتاجة منك نصيحة كده حلوة لأي بنت أو أي ستة تتفرج علينا تنسحي النهاردة في برنامج جمالك مع رينا لأي بنت والله أنا أنصحها أنها تهتم ببشرتها كويس لأن طبعا هي أساسها يعني أساس فينا يتمام بالبشرة تهتم ببشرتها تشرب مياه كتير مثلا تنام كويس لأن طبعا احنا بنستخدم ليه اللي هو خافي عيوب ما هو بيبقى أغلبوا الهالات السودة دي طبعا عن طريق مثلا إلة النوم بتعمل الهالات السودة اللي هي تحت العينين تمام فطبعا هتشرب مثلا مياه كويس طبعا فيه لازم تاكل كويس المياه يا جماعة المياه أساس كل حاجة هو كده بالضبط لأن البشرة دي برضو ما هي زي الزرعة بشكرك جدا يا هبة وقتنا للأسف خلص أنتم عارفين الوقت الجميل بيخلص بسرعة أحب أشكر دفتي النهاردة هبة علي الميكوب أورتست الجميلة وأشكر الموديل كانت معايا في الستوديو أعزائي المشاهدين لسا نصايحنا مخلصتش في كل حلقة معنا متخصص في جميع المجالات اللي بتهتم بيها أي بنت أو أي ست انتظرونا الحلقة اللي جاية في برنامج جمالك مع رينا اشتركوا في القناة